السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس علاء الدين الاردواز الفدي للتكييف الفيديو التوضيحي لمعرفة مناسيب تركيب المكيف لسبلت طبعا زي ما احنا عارفين ان المكيف لسبلت بيركب اخر مرحلة من المشروع في البداية قبل تأسيس المواصير النحاسية ومواصير صرف التكييف ومواصير الكهرباء طبعا زي ما احنا عارفين ان المكيف لسبلت بيحتاج 3 نقاط لتشغيل المكيف تمديد وتأسيس المواصير النحاسية وبيكون انكولودت مع المواصير النحاسية اسلاك الكنترول واسلاك الكهرباء الخاصة بالوحدة الخارجية بالاضافة الا ان السباك بيتم تأسيس نقطة صرف التكييف على حسب صرف التكييف يمينا او يسارا ولكن عادة باتجاه المكيف زي ما احنا شايفين بيكون صرف التكييف 40 سنطي من سنتر المكيف ونقطة الكهرباء كذلك ومواصير النحاس بيتم تأسيسها كذلك وبالتالي هنا في عملية التأسيس في البداية تماما قبل اعمال اللياسة طبعا تأسيس المكيف اللياس بيت بيكون قبل البدء به اعمال اللياسة لابد من معرفة ارتفاع الجيبسون بورد يعني رقم واحد قبل ما نأسس نتواصل مع العميل او مع المكتب الاستشاري لازم نعرف ارتفاع الجيبسون بورد كان وليكن هنا ارتفاع الجيبسون بورد كان 25 سنتي بلص المسافة ما بين الجيبس و المكيف 20 سنتي يعني من 10 الى 20 سنتي مقبولة تماما لعملية الريترن الخاص بي المكيف و المكيف ارتفاعه بيكون 30 سنتي يبقى 30 بلص 20 خمسين بلص 25 خمسة وسبعين يبقى انا اسست هذا المكيف على 75 سنتي نقطة الكهرباء و نقطة الصرف و نقطة التكيف طيب لو الجيبس هيكون اكبر من كده على طول بنضيف مقاس الجيبس ونضيف مقاس المسافة ما بين الجيبسون بورد و المكيف و بالاضافة الى ارتفاع المكيف زي ما احنا قلنا خلينا نعمل مثال اخر لو الجيبسون بورد بيكون 30 سنتي بلص المسافة ما بين الجيبس و المكيف 20 يبقى 50 سنتي بالاضافة الى ارتفاع المكيف بيكون 30 يبقى 80 سنتي يبقى احنا بمنتهى البساطة جدا معادلة تأسيس المكيف الاسبلت ارتفاع الجيبس العمق اللي هو الخاص بالجيبس او ارتفاع الجيبس بلص المسافة ما بين المكيف والجيبس بلص ارتفاع المكيف اللي هو ستندرد تقريبا في كل المكيفات 30 سنتي و طبعا زي ما تعودنا بشكل كبير جدا من الاردواز الفدي ان احنا بنوصق شغلنا لكي يكون علما ينتفع به و يكون دعاية لنا كشركة للاردواز الفدي للتكيف و يكون فيما بعد خبرات لجميع عملائنا و العملاء الاخرين و ده كان فيديو توضيحي يوصق كيفية تركيب المكيف الاسبلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي المهندس على الدين الاردواز الفدي للتكيف